اشتركوا في القناة في هيئة علماء المسلمين في العراق والتي سيتناول فيها الباحث الدكتور عمر الراوي نائب مسؤول القسم نبدأ عن عمل القسم وجهوده المميزة في تخفيف المعاناة عن بعض شرائح المحتاجين من المجتمع العراقي خلال العامين 2017 و2018 فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأوضل الصلاة وأتم التسليم على إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين وبعد يسرني أيها الأحباب الكرام أن ألتقي معكم في هذه المحاضرة الموسومة نوبذة عن القسم الاجتماعي وجهوده في عامي 2017 و2018 بداية لا بد من التعريف بالقسم والمهام المنوطة به القسم الاجتماعي من الأقسام المهمة في الهيئة حيث إنه يقوم على رعاية الأيتام والعائلات الفقيرة وهذا ما يمكننا أن نستنتجه من خلال قراءتنا لمهامه والتي تتلخص بالآتي أولا كفالة الأيتام ثانيا تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمحتاجين والأسر المتعففة ثالثا مساعدة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة رابعا تنفيذ مشاريع الإعانة والمساعدة الطارئة والضرورية خامسا متابعة أحوال عائلات شهداء الهيئة من خلال عملنا في القسم الاجتماعي يمكننا تقسيم العمل في القسم على أجزاء أولا هناك الأعمال الثابتة وتتضمن الآتي أولا كفالة اليتام يقوم القسم ومنذ تأسيس الهيئة بكفالة المئات من الأيتام وذلك من خلال تخصيص مبلغ شهري لكل يتيم ولا يزال القسم مستمرا في دعم هذه الشريحة المهمة ومن المعلوم أن هذه الشريحة أي شريحة الأيتام بحسب منظمة الأمم المتحدة أنها بلغت في العراق ما يقارب الخمسة ملايين يتيم من مجموع مئة وأربعين مليون يتيم في العالم وهذا يشكل نسبة أن الأيتام في العراق هم خمسة بالمئة من أيتام العالم وهذه نسبة كبيرة إذا ما قارنناها بالنسبة الإجمالية لكل الأيتام في العالم ويؤكد مختصون أنه برغم الرقم الكبير لأيتام العراق فإن الدور الحكومي هو دور ضئيل بحيث أن الدور التي خصصتها الحكومة للأيتام هي لا تتجاوز 22 دارا تضم في أروقتها سبعمائة يتيما فقط فيما يعيش البقية في فقر مدقع مع عائلاتهم أو مشردين في الشوارع وهذا الأمر يجعلنا نهيب بالمجتمع إلى إحياء سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وهي كفالة اليتيم التي قال عنها أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة الأمر الثاني إعانة العائلات المتعففة والأرامل حيث يقوم القسم على رعاية العشرات من العائلات المتعففة والأرامل التي لا معيلة لهن وذلك من خلال تخصيصات شهرية لكل عائلة ومن الجهود الأخرى التي كان القسم مهتما بها هو رعاية العائلات التي غيب أولياء أمورها ووقع عليها حيف وظلم من الحكومة أو الميليشيات التابعة لها حينما نقرأ هذا الاهتمام فإن هذا الأمر يأخذنا إلى جانب كبير يجب أن ننتبه إليه وهو أن الهيئة ومنذ تأسيسها جعلت من أولوياتها مساعدة الأيتام والأرامل لأنها تعي أهمية هاتين الشريحتين وأن البلد يعيش في احتلال والاحتلال لن يخلف إلا القتل والتشريد والتهجير فأرادت أن تنبه إلى ضرورة سد بعض الاحتياجات للأيتام والأرامل وأن كلتا الشريحتين ستمر بظروف صعبة بسبب الاحتلال وتبعاته الأمر الثالث مساعدة المرضى وذو الاحتياجات الخاصة وهذا من الأعمال التي يمارسها القسم باستمرار حيث إنه عالج ولا زال يعالج الكثير من الحالات المرضية وهو متعاون مع عدد من الأطباء والمستشفيات التي تقدم العلاج للمرضى دون مقابل بل إن عددا من المرضى أجريت لهم عمليات على حساب القسم وأما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فقد قام القسم بمساعدة عدد منهم بكراسي متحركة وتقديم أدوية للأطفال الذين يعانون من شلل دماغي ومن الفئات التي يقوم القسم بمساعدتها أصحاب الأمراض المزمنة حيث إنه يقوم بتأمين العلاجات اللازمة للعشرات من مرضى الضغط والسكر والقسم يبذل جهودا مهمة في هذا الجانب لأنه يدرك جيدا معاناتهم لا سيما وأن الحكومات التي توالت بعد الاحتلال تهمل هذا الجانب المهم من حياة الناس إهمالا تاما فالمستشفيات في العراق تخلو من الشروط التي يجب أن تتوفر فيها وأكثر المرضى الذين يراجعون المستشفيات لا يجدون العلاج اللازم لهم أما المرضى الذين يعانون من السرطان نسأل الله لهم الشفاء ولنا ولكم العافية فهؤلاء لا معين لهم إلا الله تعالى والقسم يسعى من خلال إمكانياته المتواضعة والمحدودة لسد بعض ما يحتاج إليه قسم منهم لأن تكاليف معالجة هذه الأمراض عالية ومكلفة ولا تستطيع دول كثيرة أن تنفق على هؤلاء المرضى ونحن نعلم أن حالات الإصابة بالسرطان كثيرة في العراق بحيث أن وزارة الصحة أعدت تقريرا أن ما يقارب 2500 حالة تصاب كل سنة هذه بالتقارير المحدودة عندهم أما الذين لا يعلمهم إلا الله فهؤلاء كثر حيث إن كثيرا من الأطباء يعانون من هذه الأمور ويشتكون من قلة الدعم الحكومي لها وأوضح بعض الأطباء أن هناك العديد من المراكز الصحية السرطانية تم افتتاحها في بغداد لكن المشكلة دائما التخصيصات المالية فرغم الموازنات العالية التي يسمع بها العراقيون ولا يجدونها على أرض الواقع نجد الإهمال المتقصد من قبل الحكومة لمرضى الصرطان الذي انتشر بالعراق بسبب الأسلحة المحرمة التي استخدمها المحتل في العراق الأمر الآخر من الأعمال التي يقوم بها القسم إقامة الدورات خصوصا ما يتعلق بدورات الخياطة للنساء أو الحلاقة للرجال بسبب الأوضاع التي تمر بالبلاد وكثرة أعداد الأرامل ارتأ القسم الاجتماعي إقامة دورات لتعليم الخياطة للنساء الأرامل وذلك من أجل توفير فرصة عمل للعائلات التي ليس لها معيل وكان القسم يستقدم المدربات ويقوم باختيار عدد من الأرامل لتدريبهن وبعد انتهاء الدورة يقوم بمنح ماكنة خياطة ومستلزماتها لكل متدربة من أجل أن تقوم بافتتاح عمل يعينها ومن تقوم على رعايتهم من جهة أخرى قام القسم بافتتاح دورات للحلاقة وذلك من أجل توفير فرص عمل لعدد من الشباب القسم سعى في إقامة هذه الدورات لأنه يوقن جيدا بالمأساة التي يمر بها البلد لا سيما وأن أعداد العاطرين عن العمل في ازدياد حيث إن الإحصائيات الرسمية لوزارة التخطيط في الحكومة الحالية تشير إلى أن أعداد العاطرين عن العمل من الشباب بلغ ما يقارب الثلاثة وعشرين بالمئة لكن التقارير الدولية تشير إلى أن أعداد العاطرين هم أكثر بكثير فالقسم مستمر في إقامة هذه الدورات من أجل منح هذه العائلات فرصة عيش من أجل العيش الكريم الذي لا يحتاجون فيه إلى الآخرين الأمر الآخر تقديم المساعدات للنازحين دأب القسم الاجتماعي ومنذ بداية مرحلة النزوح إلى تقديم العون والمساعدة للعائلات النازحة سواء التي تعيش في المخيمات أو خارجها وكان للقسم في هذا المجال نشاطات عدة نبينها فيما يأتي أولا تقديم المساعدات للعائلات النازحة في المخيمات هو من مهام القسم الإغاثي في الهيئة والقسم الإغاثي بذل وما يزال يبذل جهدا كبيرا في هذا المجال ولم يكن هناك مخيم في العراق إلا وقدم ما يستطيع فيه من المساعدات لكن وبسبب حالات النزوح والتهجير الكثيرة التي طالت محافظات عدة في العراق ومن باب المشاركة مع القسم الإغاثي ارتأى القسم الاجتماعي أن يقوم بإرسال مساعدات إلى العائلات النازحة في المخيمات وبالفعل تم إرسال مساعدات غذائية وطبية إلى العديد من المخيمات الموجودة في بغداد والأنبار والموصل وأربيل وفي مناطق أخرى في العراق وتم من خلالها مساعدة الآلاف من العائلات النازحة ويمكن للمتابع لهذا الشأن أن يستطلع نشاطات الهيئة لكي يعلم حجم تلك المساعدات والعائلات التي استفادت منها قام القسم بدفع بدلات الإيجار للكثير من العائلات النازحة التي تعيش في بغداد كذلك معالجة المرضى من النازحين وتوفير العلاج اللازم لهم إن للقسم الاجتماعي الأثر البالغ في هذا الجانب الذي ظهر فيه جليا عجز الحكومة وتقصيرها المتعمد في إغاثة هؤلاء النازحين واستيعاب أزمتهم إضافة إلى تعمد إهمالهم بذريعة قلة التخصيصات المالية والأزمة الخانقة التي يعيشها العراق من الأمور والأعمال التي اهتم بها القسم حفر الآبار في الموصل خصوصا فبسبب معاناة مواطني الموصل من قلة المياه في مناطق كثيرة من المحافظة بعد انتهاء العمليات العسكرية والدمار الذي حل بالمدينة فكثير من العائلات في كثير من مناطق الموصل استنجدت بأنها تعاني من قلة المياه وشحتها وحدث بالناس ما حدث من الأمراض فاستجاب القسم الاجتماعي لهذه النداءات وقام بحفر العديد من الآبار وتجهيزها بكل المعدات اللازمة لها وسخر كل إمكانياته بالتعاون مع الميسورين من أجل توفير المياه الصالحة للشرب لأهل الموصل الأعزاء من الأمور الأخرى أن القسم اعتنى بالطلبة المحتاجين في المدارس وهذه من الأعمال التي اهتم بها القسم وهي تجهيز الطلاب الطالبات بكسوة كاملة حيث قام بتجهيز المئات من طلاب وطالبات المدارس في مناطق عدة في العراق وكذلك تم تجهيز عدد من المدارس بمقاعد دراسية لأننا نعلم أن كثيرا من مدارس العراق تعاني من كثرة الطلاب وقلة المقاعد حتى إن هناك من المدارس وطلب فيها يفترشون الأرض كما نراها في صور كثيرة ونسأل الله الفرج والعافية وقام كذلك بإعانة بعض طلبة الجامعات من من انقطعت بهم السبل بمبالغ نقدية حيث أن كثيرا من الطلبة الذين نزحت عائلاتهم من مناطق الموصل أو الأنبار أو مناطق أخرى لم يكن هناك معين لهم فالقسم الاجتماعي بادر إلى إعانة هؤلاء من أجل سد حاجتهم وتأتي هذه الخطوة من قبل القسم لإدراكه بأهمية الاعتناء بهذه الشريحة التي أهملتها الحكومة ولم تلقي لها أي اهتمام فالقسم بدوره وبإمكانياته اهتم بهذه الشريحة المهمة هناك أمر أخير وهي المساعدات الفورية حيث أننا ذكرنا في المهمات المنوطة به أنه يقوم بمساعدات فورية والقسم يحرص كل شهر على تقديم المساعدات الفورية لعدد من المستحقين الذين ألجأتهم الحاجة إلى طلب العون والمساعدة فالقسم يلب احتياجات هؤلاء بما تسمح له الإمكانيات التي بين يديه أخيرا نريد أن نبين أمر أننا بعد عرضنا لهذا الموجز ولأهم من نشاطات القسم الاجتماعي لا بد أن نشير إلى أن القسم لا يعتمد على التخصيصات المقدمة له من الهيئة فحسب جزاهم الله خيرا بل إن عددا من المحسنين والمتعاونين معه يقومون بدعمه من أجل إعانة المحتاجين والملهوفين في بلدنا الجريح والقسم الاجتماعي يطمح إلى تلبية نداء كل مستغيث وسد حاجة كل محتاج هذا أمله وهذا ما يطمح إليه لكنكم تعلمون سادة الأكارم الظروف التي تمر بها الهيئة وكيف أن الحكومة ومن والاها سخروا كل طاقاتهم من أجل محاربتها لكنها ومع هذه الظروف بقيت صاملة متماسكة بجميع أقسامها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين القائمين عليها وأن يحفظهم من أجل خدمة كل محتاج وكل ملهوف بارك الله فيكم على حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا صلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع على حسن الإصلاة والمشاركة في هذه المحاضرة ونشكر الباحث على ما قدم وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة